لم تكت سنة 2020 تنتهي بما حملته من أحداث ومعاناة وأزمات متتابعة على العراقيين حتى بدت ملامح العام المقبل تحمل مزيدا من الأزمات ومزيدا من المعاناة وسائل إعلام محلية نشرت تسريبا لمسودة مشروع قانون الموزنة للعام المقبل يكشف عن عجز يصل إلى نحو 60 تريليون دينار ما يشي أن السنة المقبلة ربما ستكون أكثر قسوة من سابقتها على المستوى الاقتصادي لسيما أن قيمة العجز المسجلة في المسودة المسربة تأتي بعد تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار الأمريكي وتخفيض رواتب الموظفين وكذلك بعد زيادة أسعار الوقود وفرض مزيد من الضرائب على المواطنين إذ أن العجز كان يتجاوز 100 تريليون دينار بحسب نواب في البرلمان وتزامنا مع تسريب مسودة الموازنة المقبلة شهدت سوق الصرف ارتباكا في سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي إذ ارتفع سعر صرف الدولار إلى 1400 دينار عراقي الأمر الذي نعكس سريعا بارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية وبحسب خبراء اقتصاديين فإن قرارات حكومة القاظم متسارعة ومتشعبة وغير مدروسة ولا تأخذ في الحسبان تداعيات تطبيقها على مستوى دخل الفرد وتأثر قدرته الشرائية كما تتجاهل النظر إلى ردود الفعل المحتملة من المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بوطن لا يتحكم فيه الفاسدون وقدموا في سبيل ذلك أرواحهم ثم بدلا من تنفيذ مطالبهم المشروعة إذ بالحكومة تضيق عليهم سبول عيشهم وتدفع بالملايين منهم تحت خط الفقر بالطبع لا حديث هنا عن وعود رئيس الوزراء الحالي مصطفى القاظمي بشأن محاسبة الفاسدين واسترداد أموال العراقيين فالرجل لم يترك وعدا إلا أخلفه ولا عجب في ذلك فالقاظمي يجلس فقط على كرسي السلطة بينما العراق يحكمه ويتحكم في مقدراته صوت الرصاص المنبعث من بنادق تدين بالولاء لغير العراق